أهمية الدعاء بنقول لعله وعسى تكون النهاردة بإذن الله ليلة القدر ربنا يتقبل منا جميعا علشان كده خصصنا الحلقة النهاردة للدعاء فعايزين نعرف فضل الدعاء أو أهمية الدعاء وأيضا موانع الدعاء أنت بتدعي وتشعر أن ما فيش إجابة أو استجابة من ربنا وممكن موضوع أن تكون فاهم غلط طيب شروط الدعاء طيب أداب أو أوقات الدعاء هل في أداب لما جادعوا كده ولا الموضوع مختلف وعادي أي حاجة وخلاص طيب في أوقات معينة مميزة عن أوقات وفي ليالي مميزة عن ليالي وفي شهور مميزة عن شهور ولا الموضوع عادي كل الكلام ده هل أعرفه أكيد من دكتورنا الغالي والجليل دكتور أحمد علوان من علماء الأزر الشريف يا أهلا بحرك يا مرحبا دكتور محمد كل أهم محرك بخير صحب الصحة والسلامة وربي بارك فيك فضل المولانا بسم الله الرحمن الرحيم الدعاء لأنه طبعا إحنا عندنا في رمضان هو يعني حاجة مهمة جدا إحنا ندعي وندعي في أي وقت أي وقت ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك فيه فدعو لأن زي ما السلف الصالح يقولون إذا فتح لك باب الدعاء فتح لك باب الإجابة يبما ربنا يوفاك وتحس أنك عاوز تدعي معنى كأن ربنا عايز يستجيب لك طعا عادي تعال باب فضل الدعاء وأهمية الدعاء ومكانة الدعاء لما نشوف آيات الصيام في القرآن الكريم يا أيها الذين من كتب عليكم الصيام وعكذا أياما معددات وعكذا الشهر ورمضان يجي أيل إيه بعدها بعد ثلاثة آيات حديث عن الصيام وعن رمضان قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله هو فقل بآيات الصيام وبعد الصيام يتكلمننا أو يكلمن أو يذكرن بالدعاء قال لك آه ليه قال لك لأن العلاقة بين الصيام والدعاء علاقة قوية مترابطة متداخلة متماسكة الصيام ينفعش من غير الدعاء والدعاء تخلي بالك من تحري أوقات الإجابة أنك تدعي وانت صائم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ده خطاب من ربنا للسيدنا النبي عليه السيد والسلام عايز تقول ما فيش في وسطة يعني ربنا بيقول للسيدنا النبي وإذا سألك عبادي عني فإن لو سألك عني يا محمد عليه السلام فإني قريب ما قال لش فقل أيوة خلي بالحضرة فإني قريب فإني قريب هو هنا هتلاقي أي سؤال بيتسئل لسيدنا النبي وتأتيه الإجابة من الله أيوة هتلاقي في أول الإجابة قل قل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما وكأني قل دي وساطة تمام يعني يا محمد جاوبهم أيوة لو سألوك قل لهم تمام إلا الدعاء لما يسألوك خلوهم بيني وبينهم على طول ما قال لهم ما قالوش فقول إني قريب أنت مش وسطة فإني قريب على طول أنا الدعاء بيني وبينهم فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان شوف خلي بالحضرتك ربنا بيقول اجيب دعوة الداعي بس و توقف علي إنك تدعي إذا دعان يعني معناها إيه معناها أن ربنا بيستجيب معناها أنه ده أقوى ردة على واحد يقول لك أنا ما دعيته ربنا ما استجابش